تونس يد وحدة كما تقول لي مثلا سي السلامي ولا سي مادام دريس مرحبا بك سينا بالقروي عضو الهيئة السياسية لحركة نيداء تونس وين وصلت المشروع الجديد نسمه موبيل شو حوله؟ ان شاء الله بس مش نطلب منك الارقام حملة بها لعبيت الجو بتاع الحملة الغناية حفظتها؟ لا الغناية حفظتها والبزنس ماشي بالتوفيق سيد نبيل القروي واخر حاجة كانت هناك نوع من الحملة صايرة لا يميت لترشيح او ترشح سيد نبيل القروي لرئاسة الحكومة بدأت بمقال في الابريس اليوتيوب بن سيسي واليوم تنفي انا كنتي مرشح في مقال فشاء في حوار فشاء على المغاربي انا كنتي مرشح لاي منصب معناها كنتي متزهد على المناصب الوزرية وانا من اجتمع في دار وكرهبة وشهرية وكذا ومن اجتمع في الشهر واليوم مشهورين فما عبد مغرومة تحب تقدم البلاد اللي يخدموا في السياسة يحبوا يخدموا بلادهم الاغلبية تاع سياسيين مش جايكن على المناصب المناصب اا اقلية فيها يخدموا المناصب وانا عندي كان ست شهر اليوم نعم في السياسة اليوم مونيش يلهب على منصب ولا واذهول لي مهوش وقته معنات الحديث اللي يلزم نقولوه ولا الحوار اليوم حقه على حالة البلاد وين يلزمها تمشي البلاد والهيكلة اللي يلزم نعملوها تالحكومة ولا الهيكلة اللي يلزم نعملوها بشي منعوا البلاد مش اسامي الاسامي ستان ديتاي تفصيل مهم ايضا سي نبيل القروي انه السباق المحموم للأسماء اليوم على رئاسة الحكومة نسكول تجري اللي عنده كتف محركه اللي يتصل بالاحزاب المؤثرة بالمنظمات المؤثرة اللي ينشر مقالات في الصحافة ايضا وقال عنك هايثم مكي او غيره وانه مقال في الابريس للطفي بن ساسي قريب جدا من قناة نسمة سابقا من نبيل القروي انه معناها فما نوع من الحملة وهذا معناها نجمع طبرة عادية لذا كانوا انه الابريس هي جريدة عمومية ومولا ومال شعب دول المسألة غير عادية ولكن انه واحد يعني في حملة اعلامية دعائية سياسية ايه معناها؟ ايه معناها؟ ايه معناها؟ ايه معناها؟ مقال؟ لا معناها معناها مقال 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 موجه انه فقط خصال نبيل القروي معناها انه نجم يكون رئيس للحكومة فقط الخصال ماذا هو المشكلة هنا على خاطر البريس ولا خاطر لطفي بن ساسي ولا خاطر نبيل القروي؟ اللي تطرح انه على خاطر لطفي بن ساسي قريب من نبيل القروي ونسمة وطريقة كتابة المقال ما احنا نفهم وراه كيف يبدأ فيه كان له بوزيتيف؟ ولا مشكلة كيف يبدأ فيه هكذا وهكذا؟ هو المقال شكال قال لي انا قريب قريب مننا هذا قريب من جبهة الشعبية قريب من الاتحاد الشغل قريب من الامريكان معناها من الدول المؤثرة العلاقات الخارجية بها معناها قريب من الجزائر يجا نقول لك لطفي بن ساسي قريب لي ولكن هايثم المكي قريب لي يخدم فيه نسمة ولكن صوفيان بن فرحاد وصوفيان بن حميدة ببرشة كانوا قراب به ياسر ليا وخدمنا مع بعضنا لطفي بن ساسي سيتان جوناليست عمره اكثر من خمسين سنة اللي عداه ينقض اكثر في الحكومات اكسترا لطفي بن ساسي ماذا بيا انا كيما قلت لك لطفي حر بشي كتاب لي حب كان انتي اعتبرت لي هو دز ياسر مثلا يمكن مما مقبول وانا نعمل في السياسة اليوم نجم نقبل رأيك ونجم نقبل الاراء لكل هذا اللي نحب نقوله هذا اللي نحب نقوله انك اليوم دخلت في العجة نبي القروي دخلت في العجة في اللعبة السياسية اللعبة معقدة تحت مل الضرب حتى الضرب تحت الحزاب لا لانا نحكيهم ما لغني قبل انك تشاكيت قبل انك تشاكيت معاش المرضية تشاكيت هل تقبلوا نقد ولا ما تقبلوش انتي كنت في وسيلة عالمية الى اي مدى تقبل النقد انا بش نقولك يذولي اكثر واحد نقضوني في تونس من تبدأ من البرسي بوليس وانتي هابت دكوردو دونكم فانكونت انا القشرة انت ايبسة شوية في النقد النقد ميقلقنيش بالكل وكونترير يمكن فما عباد موش مستنسى بالنقد انتي تعرف قداش العباد تنقضني وقداش ندافع على نفسي ولا عمروحين في بليش دخلت في العجة فعلا دخلت في الهجة خذيت قرار وحبيت نمشي ندخل السياسة ندخل في السياسة لاني انا الرا نجم نجيب حاجة لتونس انا الرا نجم نعمل نزيد حاجة نزيد فايدة يعني ولكن مونيشي انا في نفس العجة لاني انا سياسي مش جاي من السياسة ولا من حاجة كلاسيكية انا انسان راجل اعمال اعلامي عندي خبرة ناجح في حياتي عندي رؤية وعشت ثورة هنا وبصيفتي كنت في قناة نسمة معناتها عشت كل الاحداث اللي تعدات عليهم التاريخيات تعدات عليهم كنت انت موان بريفليجي فهمت وليهذا يذولي عندي من الخبرة وعندي فكرة ايش نجم نعمل وعندي برنامج ومحضرت روحي وعندي اصحاب ودخلت للسياسة هذية ولكن عندي وقت مونيش مزروب اليوم المعركة يذولي انا يكون واحد ماتها مش برشا عاقل كان واحد يحبي يولي ريس حكومة اليوم في التركيبة اللي قاعدة تصير اكترا ميذوليش وقته باش نكون عندي طموحات ايميديات ولكن نحب نقولك السياسة كيما الكورة الي يدخل يلعب يحبي يولي هز الشامبيونه نهار ويسيلكسيونه هز شامبيونه ولكن ولكن فما زاد واحد يزمه يتهدأ ويرى المصلحة الكبرى وديما انا نرى المصلحة الكبرى حتى عملت حاجات وقت لي كنت مثلا في نسمة ضد مصالحي الشخصية ولكن الحاجات هذوما جيت بالمصلحة للمجموعة وللبلاد وبعد العبات شافتها مثلا انا كنت من الولانين اللي نحب توافق انا اللي اخدمت وعاونت وساهمت في حكاية التوافق ولليوم ما يظهر ليش كان في محل في تونس بعد الانتخابات بعد الانتخابات الاخرانية تشريعية أسير الاخرانية لا 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 التوافق بدأت وقت لي غنوشي والباشي قاعدوا في باريس هذك بدأت التوافق هو اللي جاب الانتخابات هذوما أي خطر ما قبل ذلك كنت حملة شعوية ضد الإسلاميين والنهضة ولكن من بعد هناك زنبيسيل يشانش بادا فيه هم هتبدلوا نحنا تبدلنا البلاد متستحقش اليوم بشيكون سراع كي من هكا متجمش البلاد ويقف على حرف البريسيبيس نحن نقولوش كي ما كلي قالو نو سوم بورد بورد الحكومة للوزارة واضح مكش معنى مانيش معنى مانيش معنى اما انا معنى بشكون يكون رئيس حكومة ومعنى كيفاش تكون الحكومة ومعنى بشكون يكون الوزارة لانه هو في هذا فهم مستقبل تونس هنا نعمل في السياسة وفي حزب حزب هو الول في البلاد معنى بشكون بشيقود للبلاد انت عوضوا الهيئة السياسية لنيدا تونس وصحب المبادرة ليس نيدا تونس هو رئيس الجمهورية الحكومة حكومة الوحدة الوطنية هالى اليوم بما تسمعوا من كلام من هنا هناك خطر يبدو لي ما عندكش المعلومات الدقيقة الهيئة السياسية ما عندكش معلومات اتو نجيوها من بعد قليل كيفاش تراها ماشي يا سينا بالقرب عندك حظوظ نجاح انا بش نقولك حاجة رئيس الجمهورية من حقه ان يعمل المبادرة هذه وحقه المعنوي وحقه الدستوري ولكن شمل رئيس الجمهورية قال ربما سعى اول حاجة رئيس الجمهورية ما قاليش حبيب السيد يزموا يمشي اليوم عمري ما سمعت رئيس الجمهورية قال حبيب السيد يزموا يمشي ثانيا قال الحكومة ما نشحتش الحالة الي احنا فيها حالة صعيبة وجبد على ارقام وكان دقيق جدا بالأرقام ثالثا قال ربما نجموا نعملوا حكومة وحدة وطنية هذا هو اللي قال رئيس الدولة ولكن حكومة وحدة وطنية أنا نتسائل ما معناتها ما معنى حكومة وحدة وطنية نجموا نفهموها من ثلاثة ولا أربعة أنجليت زاوية زاوية مختلفة أولا أحنا شفنا أن حبيب السيد الإخفاق تحكومة حبيب السيد فما معناتها حاجة كبيرة منها لأنه فما أربع حزاب والتلاف حاكم وراه التلاف حاكم ما عندوش برنامج مواحد ما عندوش فرض رؤية لعبات كل واحد يشبت منشيرته فما اجتماعات برشا ولكن النتائج نوك حبيب السيد يزموا يزور هلا حزاب هذوما في مقراتهم يسمحهم عندهم مطالب عندهم مطالب تسميات وهذا هو وعندهم وزرتهم وزرتهم ساعة ساعة يرجعوا لحزبهم وميرجعوش لحبيب السيد عادي اليوم نتقول لي حكومة واحدة وطنية كما اللي نسمعوا بيها ندخلوا فيها أثناشن حزب والأثناشن حزب هذي بش نولي تولي سيد سفينة سيدنا نوح أثناشن حزب دوك ان فات الرئيس الحكومة اللي بشي جي يلزموا كيلمهم في صالة أفراح مثلا الأثناشن حزب هذي دوك يولي اتلاف حاكم في أثناشن حزب ولا ثمانية ولا ستة فما بعض منهم أحزاب عندهم وزراء ما عندهمش حتى نيب في البرلمان انتي شفت احنا اليوم ساعة ساعة وزارتنا عندهم خمسين وستين نيب وسبعين نيب والقانون تيح منش مش عاديوه مسكين ليتيم لوزير ليتيم مش القروحه عنده حبي عادي ما عنده حتى دعم سياسي وزيد من الفوق من هذا توا نحكيه على أقطاب تحنا قلنا الراجل يظهر كي نوريس حكومة ضعيف لأنه عنده الارب على الحزاب ومفماش دعم سياسي اليوم تقول لي نعملوا ستة ولا خمسة ولا ستة أقطاب فيهم موزراء الدولة فهمت اللي هما بريسك سوصون دي برمير مينيستر بيس ما انت بيش تقسم رئيس الحكومة ناخذوا الاثوريتين تاعو نقسموها على ستة من الناس اليوم يجاين من الأحزاب مختلفة عندهم رؤاة مختلفة ومربما مش متفقين ما بعضهم ايش كون بشي حلة هذية ما فهمتش انتي غدوة نجموش المسئولية حاس ما فهمت حاس ما فهمت بلكش أنا غالط بلكش فهمة ان سيستام خمو فيه مليح مبدئين من البعيد انا كنت نتصور وحدة وطنية مع انت ناخدوا سوز الحزاب الكبار ونقسم الوزراء لكورد ونجيبوا وليو جي تي تي وليو تي كا وهو شمناتها وحدة وطنية هدنا وناخد ما يروحنا هذا مقترح حزب حزب مقترح حزبك هذا نيدا تونس مسألة الأقطاب مسألة لا لا موش مقترح فما مقترح نيدا تونس فما مقترح أفاق كل واحد عنده مقترحات هذي مسألة الأقطاب صحيح هي موجودة عند أفاق تونس ولكنه هي ورقة خرجت من نيدا تونس ومشيت وما تنقشتش في المكتب السياسي مش كون اقترح حماله ما نعرش شو ما تعرفش ما نعرش ما تنقشتش في المكتب السياسي هذي ورقة ما نتفهم شكون اقترحها شو شكون نيدا تونس معناها شكون 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 منعرش ولكن أنا نقول لك ما تنقشتش في المكتب السياسي مش لازم نعمل دراما لا 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 ما نتفهم سهل ما تنقشتش في المكتب السياسي احنا ما هذا يقترح ما تنقش في المكتب السياسي إذا مش كون يقترح في نيدا تونس والله هذي هو المشكل نحنا اليوم في حالة في نيدا تونس ما غير ما نحبش ندخل نقزم احنا كنا منحكيوش على خطر ما نحبوش نقزمه حكاية الحزب البرا من الحزب ونتناقشو منش متفقين على برش حاجات اما في وسط الحزب بس كي نورمال اليوم والد الحكاية تمس الدولة وتمس الحكومة دونك والي هذا فما فما أزمة اليوم والأزمة ربما تنفذوها في المكتب السياسي تعلو في اليوم اليوم في اليوم فما اجتماع مش خليوك تحضر علش ما يخليش نخطر شكون ما يخليش نحضر فهمتش ما نعرش خاطر اخر اجتماع اجتماع متع تنسيقية الحزب منعتها من الدخول تنسيقية الحزب مش صحيح منعتها من الدخول وبالسياح والعيات وكذا مش صحيح من طرف حافظ قائد سبسي لا لا اخي فهمة واحد يمنعني هنا مش ندخل الاجتماع لا اتلاف الحاكم لا لا مش صحيح رباع الحاكم لا مش صحيح مفهمة حتى اجتماع في الحزب مشيت لو انا ومناعت علش اجتماع الاتلاف موش للمكتب السياسي. اي موش صحيح. كلام. ايه سيدو سيدو باز. سيدو سيدو. مش نقعد هكيك. فما واحد على التطريحة الخوة. والاخر مخليوش. الاخر ضربه. موش صحيح. كلام نقلته اكثر من من وسيلة علام. على شنوه نقلته. انه اجتماع الاتلاف الحكومي تنسيقية الاحزاب. وتم صدق امام مقر حرك نيدا تونس. موش صحيح. فانا نهار سمحني. معديش التاريخ سينابيل. هذا لوم الخميس. لوم الخميس قدام في مقر نيدا تونس. فما حفلة في سولامية وكل شيء. دونك ما صار حتى اجتماع في. تقول انه حافظ قيد سبسي او نيدا تونس تحول الى وان من شو من بطولة حافظ قيد سبسي. هذا كلام في الشارع المغاربين. هذي 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 تيتر. اي انا قلت. لانه اليوم اه ما فماش توزيع مهام في الحزب. نحنا نعرف وكما كان قبل البكري باجي قيد سبسي وطاقتو طاقتو طاال خدمة. و وكفاءاتو. كان فما فريق. والفريق واحد منهم يتلهاب الاوضاع الخارجية. اللي اخر ليه بالمدير التنفيذي كان يضاب الحاج. اللي اخر ليه بالمالية. بالدليج. اكزاكتما. اليوم في نيدا تونس ما فما حتى اورغانيزاسيون. خرجنا من سوسا. با 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 اتفقنا باش نعملو قيادة جماعية. قيادة وتوزيع المهام. حتى مهمة ما توزعت. قعدنا اليوم عنا مدير تنفيذي. يمشي في كل الاجتماعات. يحضر في كل شي. واحنا ما نعلموش. سوفان خطر في الاحزاب الاخرى كتسير اه اجتماعات. يشو يعملو اه تقرار. اه تقارير. ويفسروا. وياخذوا تعليماتهم من هاي السياسية. يمشيوا. في التصريحات وفي الكذاف توجه العام تعالحزب. هذا الكل راه وموش مشكله كنا نجمو ان ندويوه وان نعالجوه. انا اليوم منشي هنا بش نعمل عركة مع حافظ قايد سبسي ولا مش نعمل اه حكاية تنتيح كما تحب تعمل الميديا اكسترا ولكن جو سوي سيريو اليوم المشكلة اكبر من هايذة. فما لينا فما مشكلة اخليقية. فما مشكلة تعمى بادئة. اه ما نجمش اه اليوم واحد ينجم يمشي فاوض وبوه رئيس الجمهورية. فما يعان بروبلم ديتيك. نحنا كنا معنتا كنا حبثنا كان حافظ كي ولي هو الوحيد يحكي بسكتو في الرئيس الجمهورية. فما شخص واحد هو اللي يفاوض من كل الحزب. كان يكون حافظ له وخر شوية. حتى وحد اخو اللي جب عباد اخرين تفاوض. هذا حرج الرئيس الجمهورية حرج الحافظ حسبيانا حرج للحزب انتاعنا ومش لايق حتى في في ماتا كنشوف مش مش لايق عليكم انتو مقبل اللي وصلتوا حافظ قايد السبسي الغادي. ماذا ماناتا وصلنا شكوله؟ تو ما وصلتوه لانو العركة اللي لعبته هالكل ولي لعبتها حتى قانت نسمة اللي انتو كنت مديرها اه 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 طرح كان ماشي فاتجاه انو نقلبوا الطاولة ونجيبوا حافظ وطلعنا حافظ وطلع حافظ اليوم هو اللي قوت في الحزب. ما طلعت قيادة جماعية سامحني عشوية. يفو كنسوا بخيسي دان ست يستوع. طلعت قيادة جماعية تشوف سوسا قيادة جماعية ما فاما لا مدير لا رئيس حزب لا اه اه كتب عامة حزب اللي كانت فيهم اشكالية. فاما مدير تنفيذي. فاما توزيع مهام. ثم انبعت في التطبيق هذي كحاجة اخرى. اليوم التطبيق مهوشي مطابق اللي خرج من سوسا. واحنا طاو نطالبو بيش نرجعو لسوسا لسبريتا سوسا. بكل اريحية. وانا والجماعة معايا خطر احنا فاما في نيديا تونس في المكتب السياسي. احنا نعتبر انه مش يليق انه حافظ يكون في فرط طاولة هو والد ووالد ورئيس الجمهورية هذا هو. سينا بالقرب كنتوا من سوسا تحطوا عضو هيئة سياسية مكلف بالعلاقات الخارجية. مش مدير تنفيذي. وممثل قانوني للحزب. ادي تحط في سوسا سينا بالقرب وبعض تنحات. معانيا انتو ما حتيتو في سوسا. كنت نجم ياخذ منصب اخر. اذا كان عندكم هذا الحرج من انه ولد الرئيس ويمشي. المدير التنفيذي باش يقاب رئيس الحكوم. وباش يقاب رئيس الجمهوري. مدير التنفيذي. لا لا. فما. احنا علش. اه. كي جاري ذاب الحاج ولات. ان ان ان. ولات فما دوتات. مدير تنفيذي. مدير تنفيذي ينفذ. ورئيس هايئة السياسية. رئيس هايئة السياسية هو اللي هيب السياسة. كنت فما توازن. وتحسنت حالة الحزب. شو. اليوم فما فراغ. واحنا الفراغ هذي كان جاي. تزامن مع الازمة هذي تالح حكومة والمفاوضات. اليوم تصور كان جاي. فما التوازن. كان جاي سي ريضاب الحاج ولا واحد اخر. مدير هايئة سياسية. رأوا ما صارتش. ما وصلنيش لهذاية. هذا هو الاشكال. معناها المسألة مش في شخص حافظ قيد سبسي. اللي انت في خلاف معه منذ مدة. وفي خلاف تقريبا معه عدد كبير من اصدقاء كانوا بالامس في نيدا تونس. تكون انا? اي. تكون الاصدقاء اللي كنت. حتى من بعض رجال الاعمال اللي كانوا في قراب من نيدا تونس او. لا 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 مش صحيح. انا مش في وانا مش في خلاف محافظها. انا من تفهمش محافظة محافظة في الخدمة. معنا انت احنا مستنسين لعباد الكل فما اه صحبة البرة. والخدمة الداخل. كي نبدأ احنا في الديمقراطية كواحد يقول حاجة وانتي تقول له لنا مش موافق معك تولي في خلاف معه. هذي هي الديمقراطية كي ما قلت لي انتي نرجم وننقدوا بعضنا. ونرجم ونكونوا مش متوافقين مع بعضنا. ولكن علش من الخلاف اه تولي حاجة اخرى. منش في خلاف اه في الافكار في الخلاف في التطبيق في الخلاف كيف تسير الحزب. انا يظهر لي عندي كفاءة وعندي في تسير مؤسسات حزب برا ومؤسسة. تطلع طهبة تفهمت. هذي هو اليوم اليوم الاشكال انه هو مدير تنفيذي. انا احنا نجم اللومة عليه كمدير تنفيذي. انه يتبق وينفذ ويعمل لنا اه ادارة ويعمل لنا مقرات ويعطينا يعطي للحزب الصورة هذية هو اخذي المسئولية هذية وحرص ان ياخذها وفرض بش يخذها المسئولية هذية معليك تو ياخذ مسئوليته. المفاوضات السياسية واذاكم حاجة اخرى عمر لما فوضناها بش يكون وحده هو يمشي يفاوض. سينا بالقروي بصراحة مش كنت شيخ عم بون كيف شيخ على النسمة وقروي عند قروي وعم بون كيف على روحك وحياتك وكذا وين وتسافر ومكش مرتبط ولا حافظ قايد سبسي لا عبلاز القطي لا حتى حد ومرحبا بكم شيخ عم بوكي. عندك الحق وهذه حتى ولادي يقولولي خليني. سحي. سحي. اخويا اليوم انتي احنا فقرنا اليوم. البلاد معني. البلاد كل الكلنا شخصي كل واحد منا اليوم انتي يخذها جيب سافر تحط مليون بش توريهم بتمشي اوروب بش تمشي تعيش. خمسة في المية اقل. نا كوردو. وغدوها كي بش نوليون يشريو دار كرهبا. كرهبا حاجة حتى تحكت الطماطم. بش تولي اغلى. بش تولي اغلى. دونك انفان كونت. كان تخلت وقت تقول. كان انا مش بش ناخذ مسؤولية. كان كل واحد مننا. مش بش يقدم. ويحاول بش يعالج بلي عنده. تراع عندك كفاءات ولا ولا قش مهم حكم الاخرين علي. معني انا حكمي على نفسي. انا اخويا ما بين روحي وروحي. كنت نجم نقعة بلونكي قاعت. هما يجي وانها يجم في التلفزة وكل شيء. كما انت اللي توقعت تحب تعمل فيه وشيخ على روحك. فهمت. ولكن من قدم حد شيء للبلاد. انا خممت وشفت الاكسبرينس انتاعي. شفت العباد اللي في الحزاب. شفت الوزراء اليوم. بقرايتي. بحكم ثقافتي. الاكسبرينس انتاعي. عندي فكرة. عندي. عندي قدرة هنا زيدها. ما نخافش ونقدم. وما ما 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 جملة. نزدم. ولهذا قلت كان هذا الكل. نحطه. اش بش تزيب لي وزارة اليوم هنا مثلا. ولا شنو بش يزيب لي منصب. حد شيء. نوخر بارابور. ولكن نبني حاجة للبلاد. كان نشد حاجة نعرفها. ونقدمها. كان كل واحد مننا يشد منصب. ويقدم فيه. يربحه. طول البلاد كل طول يربحه. رانا. البلاد فلست. والبلاد. العباد اللي ما تعرفش تعمل. تاخذ في المناصب. وقعدها تفقر فينا كل يوم. ولهذا سيكلكو شوز كمعانتها واحد ترشق من جناب. كل واحد مننا عنده الحق ومذيبية. العباد الكل تقدم. كل واحد مننا. يجيوا لكل السياسة. يجيوا يا ناس اللي عنده قدرة. واللي عنده طاقة. نقول له ايجا. وما تخافش بش تعمل عركة وشي همك. وما تطلبش منصب. ويجا اخدم. وتتشوف تونس كيفاش تولي. شكرا لك سينابيه القاروي. عضو الهيئة السياسية لحركة نيداتونس. كون ضيفنا في ميديشوب. رسالة اخيرة لهاي ثمكي. هاي ثمكي. قلو شنو حوالك لباس بابا. برجة ماريتوش. عندي برجة ماريتوش. وان شاء الله را بروشن موك هوا. شكرا جزيلا سينابيه القاروي. باركة لو فيك. عضو الهيئة السياسية لحركة نيداتونس. اشتركوا في القناة.